السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة هنعمل الكوارع مع بعض كوارع ممتازة جدا ونظيفة جدا وزي ما انتو شايفين هنعملها بطريقة سهلة وطعم ممتاز اوي اهم حاجة نظفتها واهم حاجة طعمها يكون واضح هنعمل مع بعض الطريقة من النهاردة هتتبستوا منها جدا ان شاء الله وتشربوا شربة ممتازة جدا للكوارع معنا دلوقتي بصلتين ومعانا تلت فصوستوم ومعانا قرن فلفل شطة اي حاجة حامي او بارد زي ما انتو عايزين ومعانا تمطموية متقطعة معايا مورق لورة ومعايا حبهان واربعة كده من الكوبيبة الصيني دي الحاجات اللي انا هاخدها للشربة معانا وهنبدأ مع بعض على النار هنحط حل على النار هنحط فيها معلقة زيت كبيرة ومعلقة زبدة او سمنة اي حاجة زي ما انتو عايزين علشان نشوح فيها الخضار والبهارات اللي معانا وفي نفس الوقت بقى نبدأ نحمر فيها الكوارع قدما نقدر يعني هنقلبها شوية كده ولو انت عايزاها تبقى متحمرة معاك يبقى هتدنك كتير او تحمري فيها لحد ما تاخد لون التحمير وبعد كده تبدأ تضيفي عليها مية السلق عادي احنا ضفنا دلوقتي المكونات اللي معانا وهنقلبها زي ما انتو شايفين لحد ما الخضار بتاعنا يتبل كده وكمان البهارات بتاعتنا يطلع لها ريحتها حلوة كده تتحمص ونبدأ نضيف الكوارع طبعا شربة الكوارع سهلة جدا فيه ناس بتيجي تسلقها تروح سلقاها كده نص يعني غلوتين كده في الاول وتضلق المية وترجع تاني لا احنا نضفنا الكوارع دي تنضيفها كويسة جدا جدا ما طلع لهاش اصلا اي ريم بعد كده عايز اقولك بقى الكوارع دي بتنضفيها ازاي هي طبعا بتيجي زي ما انتو شايفة كده ومتقطعة بتبدأ تحطيها في مية بملح الاول وبعدين ترجعي تاني تدلق المية وتشطفيها ترجعي تحطي مية وفيها لمون ترجعي تاني تدلق وتشطفيها بعد كده تلف فيها بمية ودقيق تقيل وبعد كده تخسليها تبقى زي الوردة زي ما انتو شفتي كده حمرناها شوية مع بعض زي ما انتو شايفين ولو عايز اكتر من كده ما فيش مشكلة هيكون احسن كمان وحطينا عليها ملح وفلفل اصمر وبس لان كل حاجة احنا حطناها في الاول وهنقلب شوية كده وبعدين نضيف المية المغلية على طول عشان نسيبها بقى تستوي وطبعا تاخد زي ما تاخد في السوا طبعا كله على حسب الدبيحة كبيرة صغيرة زي ما تشوفي انها استوت تستوي كويس قوي كده والجلد ينفصل عن العظم زي ما بنشوف كده تعرف ان هي استوت وبقت حلوة قوي هنغطي عليها وهنبدأ نعمل مع بعض التماطم والسلسة بتاعت الفتة بتاعتنا هنبدأ نحط كده في معلقة سمنة كبيرة معلقة كبيرة من التم المفروم زي ما انتوا شايفين هنقلمها كويس شوية كده لغاية ما تصفر وهنبدأ نحط معاها من الاول الكزبرة معلقة كبيرة كزبرة بصراحة انا كنت منزل على طول بالخل على التم بس انا حبيت اجرب موضوع الكزبرة ده المرة دي وكان فعلا طعمه مميز بيدي طعمه مميز فعلا في السلسة بتاعت الفتة ودلوقتي حطينا الخل زي ما انتوا شفتوا بقى علشان ما يبقاش ناي يعني يغلي شوية مع التم كده عشان يدي الريحة العميقة بتاعته الحلوة قوي في الفتة دي معايا بقى 3 طمطميات انا بشرهم على المبشرة وعايزة تطحنين في الخلات ما فيش مشكلة وبعدين هنضفهم على التم والخل دلوقتي وانسيبهم يسبكوا مع بعض طبعا من احسن انواع الفتة يعني الفتة اللي بتتعمل مع الكوارع زي ما انتوا عارفين وطبعا شربة الكوارع تعمها روعة قوي بالطريقة اللي احنا عملناها دي وبالاضافات اللي احنا حطناها دي طبعا ما فيش حاجة غريبة ولا حاجة جديدة بس الطريقة برضو مهمة جدا وزي ما قلتلكم تنضيف الكوارع في الاول دي اساسي قوي عشان تبقى رحيتها نضيفة وشربتها جميلة بصوا 3 طمطميات مبشورين زي ما انتوا شايفين ضفتهم على التوم وهبدأ احط بس ملح وكمون طبعا انتوا عارفين السلسة دي بتحط عليها ملح وكمون وبيبقى طعمها جميل جدا جدا وهسيبها بقى تسبك عشان دلوقتي اططع تلعيش بتاعي تقطعيه على بلانشة بالسكينة او بالمقص زي ما انتوا عايزة المهم هتقطعيه مربعات كده زي ما انتوا عارفين وهنبدأ نشواحه مع بعض عشان نحمره او كمان ممكن تحمري لعيش في الفرن على فكرة هتحطيه على صاج وهتحطيه عليه معلقة تنسمنة وتحطيه في الفرن طبعا يتحمس عادي هنبدأ دلوقتي في توصي على النار تفال هنحط فيها معلقة تنسمنة وهنحط العيش وهنبدأ نقلبه طبعا تقليب على طول علشان ما يتحرقش معاك وعشان يتحمس ده انه مقرمش كده وجميل قوي قوي انتوا عارفين طبعا عايش الفتاة بيبقى عامل ازاي بيبقى طعم جدا جدا هنبدأ بقى نحمره لغاية ما ياخد اللون اللي احنا محتاجينه وطبعا زي ما انتوا شايفين الكوارع بتستوي والسلسة بتاعتنا تسبكت وحاجة حاجة بنجهزها عشان نعمل الطبق النهائي بتاعنا مش ناقص معنا بقى غير الرز حطينا برضو معلقة سمنة على معلقة زيت ودلوقتي نزلنا بكوباية الرز اللي احنا هنعملها وقلبناها كويس جدا لحد ما الرز طبعا تشرب وعايز اقول لكم بقى في المرحلة دي لازم نشرب الرز كويس جدا عشان الرز يطلع معانا حلوة قوي بصراحة الرز كان طعم جميل قوي في الفتة دي هنحط معلقة ملح واحدة يعني التمليح العادي بتاع الرز وبرضو عندي مية مغلية وهنزل بها على الرز طبعا زي ما انتوا عارفين بيغلي على العالي شوية وبعد كده بهدي عليه لحد ما اتشرب الرز العادي بتاعنا زي ما انتوا عارفين كده خلاص تقريبا هو يعني اتشرب كويس قوي وهضيف عليه المية المغلية برضو علشان يغلي بسرعة وما يجنش معاك طبعا المية بتبقى بارتفاع تقريبا سنتي فوق الرز على حسب نوع الرز اللي عندك طبعا الرز ده انواع كتيرة وعلى حسب ما انت عارفة بيستوي ازاي بتحط المية بتاعته حطيت بقى المية المناسبة دلوقتي وهغطي عليه يغلي وبعد كده ههدي عليه لحد ما يتشرب وتقريبا كده الكوارع بتاعتنا خلاص دخل على السوى هنبدأ نشوفها دلوقتي مع بعض بصوا انا دلوقتي حطيت الشربة مش عايزة اقول لك رحيتها وطعمها عاملة ازاي دي الكوارع بعد ما استوتها هه لو انت حمرت الكوارع جامد في الاول هتطلع معاك متحمرة دلوقتي برضو انا لو عايزة احطها في الفرن شوية احطها مفيش مشكلة بس بصراحة ما حبيتش انشفها طعمها جميل جدا بالطريقة دي الشربة بقى مش عايزة اقول لكو طعمها واهمية بعد كده بقى عندنا الطبع اللي هنبدأ نرتب فيه الفتة بتاعتنا ومعنا العيش الناشف اللي احنا عملناها المقرمش معانا كمان الصلصة زي ما انتو شايفين تسباكت والونها احمر وجميلة هي هنبدأ نضيف معلقتين تلاتة كده على العيش ونقلبه علشان نشربه من الخل والتوم والصلصة اللي معانا وبعد كده هنبدأ نرتب الطبق بتاع الفتة بتاعنا وطبعا ده على حسب زوئك وعلى حسب ما انت عايزة تقدمي ازاي ممكنك تقدمي الكوارع في الشربة مفيش اي مشاكل خالص تحطي الكوارع في الشربة وتقدمي الفتة جنبها ممكنك تحطي الكوارع على الفتة زي ما انا هعمل كده زي ما تحب تقدمي ده بقى زوئك وطريقتك المهم دي الطريقة الصحة بتاعة سلق الكوارع وكمان الطريقة المزبوطة بتاعة الفتة بعد ما سأينا العيش كويس قوي من الصلصة هنبدأ بقى نحط الرز معانا ونبدأ نحط الطبق بتاعنا ونجهزه واحنا بنجهز الطبق كده انزلي حطي لايك تحت الفيديو لو عجبك الفيديو بتاعي وكمان لو بتشوفيني الاول مرة ممكنك تشتركي في القناة واتفعالي الجرس عشان دايما اي فيديو ان شاء الله انزله يوصلك سواء في الطبخ زي ما انت شايفه وكمان عندنا قسم لنصيح البيطرية في قيمة لنصيح البيطرية موجودة عندي في القناة تقدر ترجعيله لو انت من هوات تربية الطيور في المنازل اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكو وهكامل معاكم ان شاء الله تقديم الفتة بتاعتنا النهاردة بحط طبقة من الرز على فكرة ممكن تحطي طبقتين ممكن تحطي طبقة طبقة رز وبعدين طبقة عيش وبعدين طبقة رز تاني وممكن كمان تحطي طبقة رز بس وفقها طبقة عيش زي ما تحبي انا حطيت عشان الكمية معايا هي دي بس انا حطيت الرز وفق العيش وفق الفتة وكان طبق محترم قوي تقدري تعمليه في العيد تعمليه في اي يوم حبة كده تخرجي من روتين الطبخ العادي هتطبستي قوي منه وطبعا لو في ولادك بيحبوه طبعا هتبقى حاجة كويسة جدا على عكس طبعا انا ولادي ما بيحبوش اصلا الكوارع بس انا طبعا عملتها لان اي حاجة ورضو بنحب نخرج بيها زي ما قلتلكم من الاكل والروتين بتاع كل يوم ده حطينا الصلصة على الرز وده طبعا الشكل الاكيد للفتة بتاعتك وكلكم بتبقى جميلة جدا جدا بالصلصة دي وهنبدأ نرتب العيش عليها زي ما انتوا شايفين وبعدين هنحط الكوارع ونكون جهزنا الطبق بتاعنا وبالهنة والشفة لكل اللي جربها اتمنى طبعا لو الفيديو عجبكو تكتبوه لي في الكومنتات انتوا حابين ايه قدمهلكو بستانى كتير منكو تقولولي على وصفات اقدمها لكم ان شاء الله تبقى وصفات مميزة جدا هتحبوها جدا وعايز اقولكو اي وصفة بقدمها لكم ان شاء الله تبقى طعمها رائع قوي نفسي تجربوا ان شاء الله فيديوهاتي ووصفاتي وتقولولي في الكومنتات تعليقاتكو ولقيتوها عاملة ازاي خلصنا كده الفيديو بتاعنا هسيبكو بقى مع ترتيب الاكل بتاعنا وتشوفوه للاخر اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة